في عالم مظلم مليء بالأرقام والرموز حيث تتداخل الأكواد وتتشابك البيانات هناك من يبرز بمهاراته الفذة وقدرته على اختراق الحواجز الرقمية ظهر اسم هزي عالم الانترنت وأثار الرعب في قلوب الكثيرين هذا الاسم ليس مجرد اللقب بل هو رمز للعبقرية والخطر في آن واحد حمزة بن دلاج شاب جزائري من مواليد عام 1988 نشأ في بيئة عادية لكنه كان يمتلك شغفا غير عادي بالتكنولوجيا والحواسيب تحول من طالب عادي يدرس في الجامعة إلى واحد من أشهر الهاكرز في العالم كيف حدث هذا التحول؟ ما الذي يدفعه إلى هذا الطريق؟ قصة غريبة ومثيرة تجعلنا نفكر هل هو عبقري أم مجنون؟ هل كان يسعى لتحقيق العدالة بطريقتها الخاصة؟ أم أنه كان مجرد مجرمي بحث عن الإثارة؟ وكيف سيأثر على أمن الانترنت في المستقبل؟ هل ستظل الأنظمة الأمنية قادرة على التصديل مثل هذه العبقريات الخارقة؟ منه حمزة بن دلاج كيف كانت طفولته؟ ما هي العوامل التي شكلت شخصيته وجعلته؟ يجهنه علم القرسنة الإلكترونية هل هو مجرم خطيرة اخترق أنظمة مهمة وسرق معلومات حساسة؟ أم أنه كان يسعى لكشف الثغرات وتحسين الأمن الرقمي؟ أم أنه ضحية ظروف صعبة دفعته العالم الجريمة الإلكترونية؟ هل كانت هناك ضغوطات اجتماعية أو اقتصادية جعلته يدخذ هذا المسار؟ في هذه القصة سندخل علم حمزة بن دلاج ونتعرف على تفاصيل حياته من نشأته في الجزائر إلى مغامراته في عالمان كرسنة ونكتشف أسرار رحلته من شوارع الجزائر إلى سجون تايلاند حيث تم القبض عليه ومحاكمته كيف كانت حياته في السجن؟ وما هي التحديات التي واجهها؟ ثم إلى الحرية مرة أخرى رحلة مليئة بالمغامرات والتحديات حيث تمكن من استعادة حريته بعد سنوات من السجن ستأخذنا إلى عالم القرصنة الإلكترونية ونعيش قصة إنسانية مؤثرة سنتعرف على الجانب الإنساني لحمزة بن دلاج وكيف أثرت أفعالها على حياته وحياة من حوله هل كان بطلا في عيون البعض ومجرما في عيون الآخرين؟ هذه هي قصة حمزة بن دلاج العبقري في الظل ولد حمزة بن دلاج في مدينة تيارت بالجزائر عام 1988 كانت مدينة تيارت بمزيجها الفريد من التاريخ والثقافة المكان الذي بدأ فيه حمزة رحلته كانت طفولته عادية مثل أي طفل يلعب مع أصدقائه ويحلم بمستقبل جميل كان يحب اللعب في الشوارع مع أصدقائه يركضون خلف الكرة ويضحكون بصوت عال كانت تلك الأيام مليئة بالبراءة والأحلام البسيطة لكن حمزة كان يحب الكمبيوتر منذ صغره كان يجلس لساعات طويلة أمام الشاشة مستكشفا عالما جديدا ومثيرا كان الكمبيوتر بالنسبة له نافذا إلى عالم لا حدود له كان يقضي ساعات طويلة أمامه يتعلم أسراره لم يكن مجرد هوايا بل كان شغفا حقيقيا كان يقرأ الكتب والمقالات يشاهد الفيديوهات التعليمية ويحاول تطبيق ما يتعلمه بنفسه ومع مرور الوقت أصبح الكمبيوتر كل شيء بالنسبة له وبدأ يتعلم لغات البرمجة والاختراق كانت الأكواد البرمجية مثل اللغة الجديدة يتعلمها وكان يستمتع بكل تحدي جديد يواجه في عالم الإنترنت وجد حمزة مكانا آمنا بعيدا عن ضجيج الحياة مكانا يمكنه فيه أن يكون نفسه دون قيود كان الإنترنت بالنسبة له ملاذا حيث يمكنه التعبير عن نفسه بحرية وهناك بدأت قصة هاكر الجزائر قصة شاب طموح بدأ من شوارع تيارة ووصل إلى عالم الإنترنت حيث أصبح اسمه معروفا في كل مكان كانت رحلته مليئة بالتحديات ولكنها كانت أيضا مليئة بالإصرار والعزيمة في البداية كان حمزة يخترق مواقع إلكترونية صغيرة كتحدي لاختبار قدراته ومهاراته لكن طموحه كبر وأصبح هدفه اختراق مؤسسات أكبر وأكثر تعقيدا نجح حمزة في اختراق مواقع بنوك جزائرية وحصل على أموال كثيرة جدا لم يكن المال هدفه بل كان يريد أن يثبت نفسه ويظهر للجميع قدراته في عالم القرصنة لقد كانت هذه الاختراقات بداية دخوله لعالم الجريمة الإلكترونية الخطير مع زيادة جرائمه الإلكترونية أصبح حمزة بن الدلاج مطلوبا من قبل جهات الأمن العالمية حيث لم تقتصر جرائمه على نطاق محلي فقط بل امتدت لتشمل العديد من الدول خاصة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI الذي وضعه على قائمة أخطر المطلوبين كان حمزة بن الدلاج معروفا بقدرته الفائقة على اختراق الأنظمة الأمنية المعقدة لم تعد أهداف حمزة بنوكا جزائرية فقط بل توسعت لتشمل بنوكا في مختلف أنحاء العالم كانت البنوك الجزائرية مجرد بداية لعملياته الجريئة بل أصبحت بنوكا عالمية في أمريكا وأوروبا وآسيا لم يكن هناك بنك آمن من هجماته فقد كان يختار أهدافه بعناية ويخطط لكل عملية بدقة متناهية كان حمزة ماهرا في الاختباء من أجهزة الأمن حيث كان يتنقل بين الدول ويستخدم تقنيات متقدمة لإخفاء آثاره لم يكن من السهل تعقبه أو القبض عليه وكان يستخدم أسماء مستعارة وخوادم بعيدة لإخفاء هويته كان يعتمد على شبك معقدة من الخوادم المنتشرة في مختلف أنحاء العالم مما جعل من الصعب على السلطات تتبعه أصبحت جرائمه أسطورة يتحدث عنها الناس حيث كان الجميع يتسائل عن هوية هذا الهاكر الغامض وكيفية تمكنه من تنفيذ هذه العمليات الجريئة وأصبح اسم هاكر الجزائر يعني الخطر والغموض في عالم الإنترنت كان حمزة بن دلاج رمزا للهاكرز في العالم العربي وأسطورة في عالم الجريمة الإلكترونية